موسيقى اعزائي مشاهدي الفضائية التادية في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في النشرة الاخيرة لهذا اليوم انطلقت يوم امس السبت السامن عشر من مارس اعمال الجمعية العمومية العادية السادسة لمنظمة نساء الحركة الوطنية للانقاذ بقصر الخامس عشر من يناير المناسبة ترأسها الامين العام لحزب محمد زينبادا الى جانب حضور رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ هنداء دبي اتنو وفي ختام اعمال الجمعية العمومية تم تعديل بعض من بنود اللوائح الداخلية للمنظمة وكذا تنصيب اعضاء المكتب التنفيذي الجديد تقرير محمد عثمان بشير جميع نساء الحركة الوطنية للانقاذ متعهدات من اجل المشاركة في ازدهار البلاد عبر الاستقلالية التامة ذلك هو الشعار الذي اتخذ ليكون موضوعا لهذه الجمعية العمومية الخاصة بمنظمة نساء الحركة الوطنية للانقاذ اوف ام باس في دورتها السادسة حيث الكل كان في الموعد عند وصول الامين العام للحركة الوطنية للانقاذ محمد زين بدا برفقة رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ الى صالة الحدث حيث قدم هؤلاء من مختلف الاقاليم والدوائر والبلديات لحضور هذا الحدث التاريخي في دورته السادسة تقرير العمل الشامل لهذه المنظمة النسائية العريقة قدمت من قبل الرئيس الوطنية للمنظمة مريم احمد جميل حيث تطرقت الى الصعوبات المالية التي حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمنظمة مؤكدة ان ذلك لم يعيق تنفيذ بعض من المشاريع الهامة عبر القلب الكبير لسيدة البلاد الاولى ورئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ هندا ديبي اتنو وتحول بعد ذلك عمال الجمعية العمومية الى المكتب المؤقت لادارة الجمعية العمومية بقيادة القاضية اليلوم وثمانية مساعدين لها في المكتب وقد عمل المشاركون في هذه الجمعية العمومية على تعديل بعض من البنود واللوائح الداخلية الخاصة بالمنظمة وكذا زيادة عدد اعضاء المكتب التنفيذي من 31 عضوا الى 81 عضوا يمثلون مختلف الاقاليم بالبلاد قد تم تنصيب اعضاء المكتب التنفيذي لللجنة الادارية للمنظمة البالق عددهم 81 عضوا برئاسة مريم احمد جميل كلمة رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ هندا ديبي اتنو كانت تشجيعية بامتياذ حيث طلبت من الجميع مواصلة العمل من اجل المضي قدما عبر ذات الحركة والنشاط بنفس الوتيرة من اجل المساهمة الفاعلة في مختلف القضايا المجتمعية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وشهدت هذه المناسبة على عديد من برقيات شكر وعرفان واخرى رسائل شكر وتقدير خاصة بفخامة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحركة الوطنية للانقاذ ادريس ديبي اتنو ورئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ هندا ديبي اتنو واختتم هذه الجمعية العمومية بخطاب انضاف من قبل الامين العام للحركة الوطنية للانقاذ محمد زين بدا الذي اكد على ان موضوع ايطاء المرأة مكانتها قد تم تنفيذه تماما مقارنة بالماضي وطلب الامين العام من جميع النساء تضافر الجهود والعمل بجدية من اجل المساهمة الفاعلة في بناء الوطن ودعم جميع المشاريع التنموية التي وضعها رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للانقاذ وان المرأة هي اساس في جميع المشاريع التنموية التي تسعى اليها شات